في ظل أوضاع سياسية متوترة ومخاوف من التساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط إثر تدعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي تتطلع أنظار الشارع العربي الاجتماعي القادة العرب في قمتهم الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين وتشكل استضافة مملكة البحرين للقمة العربية أهمية كبرى وحدثا سياسيا بارزا له دلالته من حيث المكان وأهميته من حيث التوقيت حيث ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها مملكة البحرين أعمال قمة عربية وهو ما يكسب هذه الدورة مزيدا من الخصوصية وتعمل القمة العربية بالبحرين على توطيد وتعزيز العلاقات العربية العربية وتوسعة أفاقها ودعم مسيرة الدولة العربية خدمة لتطلعات أبنائها وتعزيزا لأمنها واستقرارها بشكل خاص وللمنطقة بشكل عام وتهدفه قمة البحرين إلى تعميق التعاون والترابط والدفع بأليات العمل العربي المشترك والإبقاء على تشاور وتنصيق مستمر مع الأشقاء لبحث القضايا ذات الاهتمام والمصير المشترك وتغليب المصلحة العربية واستثمار هذا الحدث لرسم مسارات الازدهار لأبناء المنطقة ومستقبلها تأتي الخمة العربية العادية الثالثة وثلاثون في توقيت تاريخي دقيق وفارق من عمر الأمة العربية تشهد فيه العديد من التحديات والتهديدات والنزاعات الإقليمية سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الجيوسياسي لعل أهمها الأوضاع في غزة والتي تستوجب من الجميع لما الشمل والتكاتف والوقوف صفا واحدا تحقيقا للتضامن العربي المشترك في نصرة قضية العرب والمسلمين التاريخية والأولى وهي القضية الفلسطينية العادلة كما تنعقد القمة في ظل ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها حالة الاضطراب وعدم الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى التأثيرات المتسارعة للتغيرات المناخية وانعكاساتها على مجمل الملفات الاقتصادية والتنموية الأخرى وعلى مدار الأشهر الماضية دأبت الجامعة العربية بالتعاون مع البحرين على التحضير للقمة التي تعقد في ظروف دولية استثنائية حيث تم عقد اجتماعات تنسيقية تشاورية مكثفة بين الأمانات العامة لمجلس جامعة الدول العربية والبحرين شكلت من خلالها لجنة عامة للإعداد للقمة برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي مخرجات البيان الختمي لقمة البحرين تزداد أهمية نظرا لحجم وأهمية وحيوية الملفات والقضايا المطروحة أمام أصحاب قادة الدول العربية حيث يسعى الأشقاء العرب وجميع الدول الإقليمية المؤثرة في المنطقة إلى بلورة مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك تحقيقا لاستدامة الأمن والاستقرار الإقليمي وبما يوفر الظروف والآليات الملائمة التي تسهم في تحقيق تطلعات وأمال الشعوب العربية والمصالح الحيوية لازدهار دول المنطقة كافة اشتركوا في القناة